اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى في اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقول لك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابة يعني ربضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديت ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجو بسمع برجو وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس اه ستة الشهر ستة ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا اه هو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل فيه لغاية فجر يوم الاثنين اه هاي كل هالفترة اللي هي سبتوا احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية التربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية التربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او الضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من يبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزوايا اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة وإلها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايش لعب العاصير الو علاقة بالبركين الو علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا اشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن اشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت بتحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج الحمل طبعا برج الحمل رح نحكي احنا عن تواجد الكواكب وين موجودة عشان هيك هاي بتغني عن التوقعات الشهرية يعني بمعنى انت بتعرف تأثيرات حركة الكواكب اللي هي اساسا من خلالها احنا بنحكي التوقعات الشهرية اللي اي وقفلك بحكيها دايما بعتمد على تواجد الكواكب هاي وين موجودة في اي بروج وشو تأثيرها بالنسبة لا اليك اول اشي رح نحكي اول اشي عن البيت الاول اليك اللي هو الحمل نفسه اللي موجود فيه المريخ واللي رح يشكل الزاوية الحاد اللي احنا حكينا عنها هو بيدعمك على المستوى النفسي بيخلي عندك ثقة بالنفس عالية بعطيك الجراءة بعطيك الاندفاع الجراءة او التجرؤ على فعل الاحداث مغامر وثقة بالنفس وهذا كوكبك فبدعمك بشكل قوي على هاي النقطة ممكن بعضك يتسرع في اصدار القرارات او يكون عصبي في بعض المراحل او حاد الطباع في بعض الاوقات وممكن يقلب الطاولة على الدنيا كلها وما تفرقش معا حد اما بالنسبة الى البيت الثاني طبعا اورانوس واورانوس برضو هو كوكب المفاجآت والاحداث اللي بتيجي بشكل مفاجئ اللي ممكن انه يسبب بعض الارباكات بالفترة هاي ولكن تواجده عادة بيكون بما انه في البيت الثاني فبيركز على امور المال فهاي بتحمل فرص او اشياء الها علاقة بالمفاجئة على المستوى المالي اما ايجابية او سلبية فمنكو اشخاص ممكن يصلوا لمرحلة الثراء او مشروع العمر او صفقة العمر واشخاص ممكن انها تخسر فلوسها بسبب اورانوس عشان هيك بنطلب منكو نوع من انواع الحذر باي مشروع وتدرسه بشكل جيد ما تغامر بس مجرد مجازفة اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الزهرة موجود في بيت البيت وهذا بشجع بعض الاشخاص على امور عائلية او زواج او ارتباط او حمل عندهم مشاكل بالحمل ممكن يصير عندهم حمل بحمل افراح ومناسبات سر العلاقة بالبيت وبرضه في نفس اللحظة بقارب ما بين افراد العائلة وبرضه تحتفل في عودة بعض الاشخاص لوطنهم الام وممكن برضه تحمل لا يشي العلاقة بشراء بيت او عقار اما بالنسبة لعطارد والشمس اللي موجودات في البيت الخامس فهم بدعموك على المستوى العاطفي بعززوا من العلاقات العاطفية وبرضه بخلوا في نوع من انواع الحب للجديد يدخل او الغراميات التفكير في امور الها علاقة بالمجالات الفنية او برضه بالهوايات او المواهب بتحاولوا تطلعوها بالفترة هاي وبتعمل رابط عاطفي قوي على المستوى الحب وبرضه بتدعم من العلاقة ما بينك وبين ابنائك وما بينك وبين الوالدين اما بالنسبة للجدي برج الجدي اللي موجود فيه ثلاث كواكب اللي هو المشتري وزحل وعندك برضه بلوتو والثلاثة بتراجعو يعني بعطي شوية سلبية هو بفتح مجالات في بعض الاوقات حسب اتصال الزوايا لا اعمال جديدة او عمل جديد او بعزز علاقتك على مستوى العمل والوسطات والمعارف والعلاقات الاجتماعية وفي منك اشخاص ممكن انها تنشهر وخصوصا اللي بيشتغلوا في مجالات شوي بتكون مع العالم او مفتوحين او علاقات عامة او ممثلين او فنانين او اشياء زي هيك فممكن تحمل لهم نوع من انواع الشهرة وبرضو في اشخاص ممكن انهم يتعزز علاقتهم في مكان عملهم او بعلاقاتهم مع زملائهم ورؤساهم بالعمل وممكن تحصل على شيء كان صعب انك تحصل عليه بالفترة الماضية وبالنسبة لنبتون اللي موجود في بيت المتاعب شوي هو بيخلي نوع من انواع الوسواس او القلق من ناحية صحية اضطراب صحي بعض المشاكل الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او يعني ادارة بعض الاعمال وممكن مشاكل لها علاقة بصحة احد الاحبة او احد الاقارب بالفترة اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من صباح يوم الاربعاء القمر بيصير موجود بالحوت حتى ظهر يوم الجمعة بنشعر بالتعب بنال مننا بنفقد رغبتنا في انجاز المشاغل يعني شوي بيصير في فتور اهم انك تضع سلم الاوليويات للعمل الضروري واخلد للراحة وظف هدوء الاجواء لاعادة الحسابات وللتخلص من الامور اللي ممكن انها ما تفيدك تتراجع نسبة الحضوض وممكن انك تواجه شخص بشكل استفزازي اهم انك بالفترة هاي ما تبدأ باي شي جديد فترة مخيب الامال طبعا لانه القمر موجود في بيت المتاعب ولكن من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود عندكم بالحمل حتى فجر يوم الاثنين ثقتكم بانفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الامور العالقة ممكن تجيك الفرصة لعندك لازم انت اللي تتحرك اذهب بحث عنها وما تضيع الوقت يعني هاي الفترة بتدل على بداية جديدة ومناسبة وقوية بالنسبة للك من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الثور حتى عصر يوم الاربعاء بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتك تنشط بالاتصالات وزيارات وبتهتم للترويج لخطة او للقيام بزيارة اهم شنك تتشجع ممكن تعالج مسائل ادارية وتمولية بتتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية من عصر يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت فبتنشط في امور السفر والاتصالات اهمش انك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن تجنب الكلام اللاذع ممكن انك ما ترتاح بسبب كثافة العمل اهمش انك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للارهاق تتميز بالفاعلية والديناماكية وممكن تسمع جواب بعجبك اهمش انك ما تبالغ بمصروفك من منتصف ليل الجمعة على السبت بكون القمر موجود بالسرطان فعشان هيك بتنهمكو في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهمش انك ما تحاول فرض وجهة نظرك على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر التصرف العدائي وما تخالف القوانين والارشادات ممكن تعاني من الارهاق النفسي وممكن اهمالك او ممكن كلام جارح يستفزك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة